السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ الأعزاء حبيت نبدلكم بهذا الفيديو تعرفي في مين بطقيقة كيفاش تشتركوا في القناة كيفاش تشتركوا في القناة التعنا وكيفاش تديروا ابوني وتحوسوا تلقاوا الدروس كيفاش موجودين أول شي تروحوا لجوجل تحكم عادي تكتبوا هوليك اسم القناة تحنا راني غالطة فيها برك هذا هو الاسم القناة الدعم في اللغة الإنجليزية الدعم في اللغة الإنجليزية يخرج لكم كما هكذا هذا هو الصورة على القناة اول شي تروحوا لهذه ابوني تخرج لكم حمرا على خطر مازال ما كم مش مشتركين كيفاش تديروا تشتركين تكليكي وعليها هذه هكذا دلكم ابوني بالقريق هاي لك اي قلت لك بليرك مشترك الان وش تدير ثاني شي الجرس فعله اعطالك ثلاثة اعطالك ثلاثة انت اول شي روح دير الاختيار الاول فعله هاي لك خلاص هنا رك فعلت الجرس باش يدخلك جميع الفيديوهات وبعدين ادخل القناة تحب تدخل من الكتبة تحب تدخل من الصورة كما حبيت هذه هي القناة التاعنا القناة التاعنا هاي لك اول شي باش تبحث على الدروس يخرجوا لك هنا هي الدروس لازم تروح هنا عدنا اكي عدنا فيديو عدنا بلاي لس كومينيوتي الى اخيري هنا انت دخل في هذي دخل في بلاي لست دخل بلاي لست هنا يا رك تلقى كامل الدوسيات رك تشوف الدوسيات تاوعنا هذو هما المراجعة دور وسراني ديرت لكم كل دوسي خاص بمستوى وكل دوسي راهو يبين لك وش رك حب انت لسنة اولى سنة ثلاثة سنة ثلاثة سنة ثلاثة متوسط اليوم راح نحلو تمارين الصفحة المهم دلت لكم هذا التعريف الفيديو التعريفي فقط وكي تدخل مثلا تحب تدخل في مباشر رك تلقى كامل المباشرات اللي درتهم الى اخيري تحب تدخل في اي دوسي رك حابو دلت لكم هذا الفيديو التعريفي فقط باش نوري لكم كيفاش تدهروا للقناة كيفاش تلقاو الدروس ونعودوا مباشرة الى الفيديو تاعنا لانهار اليوم السنة الثالثة متوسط اليوم راح نحلو تمارين الصفحة مية وربعتاش وتمارين الصفحة مية وخمستاش نقرأ السؤال مع بعض استمع الى المقدم بتاع يونيسكو part number 2 هذا حين نسمعو script number 2 and write down on the map ونكتبو في الماب بتاعنا هاي لك الخارطة بتاعنا نكتبو فيها the number in task 1 number in task 1 لنرجعو شوفوش عدنا في task 1 في task 1 عندنا هادو اوكي task 1 رانا كل national park طينا لو الرقم التاع اوكي قال لك روح شوف ال number في task 1 شوف الارقام هادو تاع task 1 على خاطر كل national park عندو رقم التاع ونبات task 1 corresponding to the name of each algerian national park كل رقم المرافق لإسم ال national park اوكي المحميات i hear and sorry yes the national name national park i hear and the name of the nearest town قال لك وكل وحدة اللي راهي مثلا هنا عندنا مدن اوكي وكل national park قريبة المدينة معينة يعني راح نكتبو هنايا الرقم تاع national park وهنايا راح نكتبو المدينة اللي قريبة لها مثلا national park اللولى تعمل تاع باللزمة باللزمة national park راهي قريبة الباتنة اوكي نكتبو واحد واحد هي باللزمة national park ونبعد روح نشوفو رقم اثنين وشنو هي ونكتبو المدينة اللي قدمها اوكي the first is answer is given قال لك الجاوب اللولى انا قلت لك الرقم واحد هي باللزمة رقم واحد قريبة الباتنة روحوا نخليكم الان تسمعوا listening script وحاولوا تجاوبوا انت في الورقة تاعك اكتب مثلا باللزمة رقم واحد بين قوسين المدينة اللي قريبة لها وبعد روحوا نعمرهم هنايا في الخارطة التاع بلزمة national park is located in the بلزمة mountains the north western part of the oris mountains near the town of batna شرية 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 is named after the neighbouring town is named after the neighbouring town of شرية it is located in the mountainous region of Bleda جورجورة national park جورجورة national park and تازا national park are all three located in north western algeria in kabilia جورجورة national park took its name from the جورجورة mountains found within the park not far from the town of Tiziuzuzu Gورجورة national park lies on the Mediterranean coast it occupies a mountainous massif which dominates the north west of the town of Bajaya Taza national park is located in Jijel province on the Mediterranean coast about 90 km east of Bajaya El Kala national park is also in the north eastern region of Algeria El Kala is a seaside town about 80 km east of Anaba not very far from the Tunisian border Tlemcen national park is situated around the town of Tlemcen not far from the Moroccan border Mount Aissa national park is located in the western high plateaus about 100 km south east of the town of Naama whereas Tenyet el Had national park is about 50 km north of the town of Tissimsilt in the Tel Atlas mountains both the Hougar and Tassali Naja national parks are in the great south the former is near the town of Taman Raset and the latter near Genet is at the home of Tissims神 after that wevoit the Entire the listening scripts today we will go into the number one the national park is located within the central park where is the national park the national park the national park was the one the local park which is located on the лисов على حسب الخارطة مدينة البوليدا هي هذه ندروا رقم اثنين ولا تقدر تكتب شريعة واكتب هنا بليدا شريعة قريبة لبليدا رقم ثلاثة كانت جورجورا جورجورا وش قالونا قالونا جاية في مدينة تيزيوزو اللي هي هذه رقم ثلاثة واكتب هنا لا هذه نكتبها تيزيوزو على خطر هنا راه الوسط وهذا الغرب وهذا وهذا يعني رايه هنا العاصمة اوكي نقولو هنا العاصمة هنا تيزيوزو وهنا بليدا يعني نكتبو هنا العكس هنا نكتبو رقم ثلاثة هي تيزيوزو اوكي تيزي وزو وهنا رقم ثلاثة اللي كانت شريعة جهنا من جهة الغرب شوية اللي هي بليدا اوكي اوكي الان رقم اربعة هي كانت مدينة قورايا قورايا وين جاية جاية فاش في بجاية وراه المدينة هنا تيزيوزو اللي قدامها هي بجاية رقم شعال رقم أربعة هنا يا رقم أربعة هذا السهم رو هنا ونكتبو بي جاية متفاهمين ناشيونال بارك رقم خمسة هي كانت تازا وتازا قليك هي قريبة لمدينة جيجل وراه هنا بجاية راي غر قدامها جيجل رقم خمسة نكتبو جيجل اوكي كانت رقم خمسة رقم ستة وش قالونا قالونا القالة القالة ناشيونال بارك اللي هي رقم ستة والقالة وين جاية جاية في مدينة عنابة هنا عدنا بجاية جيجل عنابة رقم ستة نكتبو عنا double N عنابة اوكي عنابة روحوا الرقم سبعة رقم سبعة وش قالونا قالونا تلمسان تلمسان في الجهة الغربية هاي اللي كتبو رقم سبعة تلمسان متفاهمين ومبعد وش قالونا رقم ثمانية وش عطاولنا عطاولنا مونت عيسى مونت عيسى وين جاية جاية في مدينة النعامة اوكي النعامة وين جاية راه جاية تحت المسان اللي هي هادي اوكي نكتبو ثمانية ونكتبو النعامة النعامة رقم تسعة ووش كانت كانت ثنية الحد ثنية الحد راهي شوية للداخل للشمال اللي هي جاية في مدينة تيسمسيلت اللي راهي جاية هنا اوكي نكتبو هنا يا تسعة ونكتبو هنا يا مدينة تيسمسيلت اوكي تيسمسيل رقم عاشرة كانت عندنا الهوغار والتاسيل يرا مزوج ذكروهم معنا ذكروهم منا مع بعض واحدة جاية في تامنراست واحدة جاية في جانت ورا هي جاية هنا يا تامنراست تامنراست راهي جاية اس في الكامل اللي هي رقم عاشرة نكتبو تامن غاست اوكي غاست اوكي ومبعدها وش عادنا رقم حديش اللي هي جانت غير فوقها برك اوكي هذي احنا وش درنا تبعنا على حساب الليسنين سكريبت التعنا الان اروحوا لتماريم الصفحة مية وخمستاش التمرين رقم 9 صفحة مية وخمستاش وش يقول I listen to the UNESCO representative part 3 هذنا راح ينسمع المقدم تاع UNESCO explain راح يشرحنا what biosphere reserved are وش معنتها biosphere reserved حماية biosphere reserved هي حماية اوكي المحيط الحيوي اللي هو biosphere and I fill in each gap with the right word وهنا نعمره كامل الفراغات بالكلمات اللي نسمعهم بالنسبة لهذا الفراغ راه هنا غير موجودة عندنا غير هذ الفراغات نخليكم تسمعوا listening script ولا ندير لكم صورة بركة على listening script التقراوة هي في الحق نمو listening تسمعوا ومبعد نحاولون نرجعوا ونكملوا التمرين رقم 9 tasks 9 and 10 algeria's national parks part 3 I listen to the UNESCO representative and complete the information she gives about biosphere reserves biosphere reserves are areas including terrestrial marine and coastal ecosystems each reserve gives solutions for the conservation of biodiversity and prevention of conflicts or problems between man animals and plants biosphere reserves are special places for scientists and researchers to understand changes and interactions between man and ecological systems as algerian national parks have a rich variety of ecosystems we have turned 8 of them into biosphere reserves tasali nadja was the first algerian park to be designated in 1986 as a biosphere reserve then comes then comes al-qala followed by followed by jorjura shreya taza kuraya belisma and finally clemsen mountains the last algerian biosphere reserve the last algerian biosphere reserve to be designated in 2016 taza nd taza 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 هو النظام الحيوي الفراغ الثاني هو conservation الحماية تعمل of biodiversity biodiversity diversity diversity biodiversity biodiversity ان شاء الله تكون ما احبارك biodiversity ومبعد عدنا الفراغ اللي هنالي راه to and research for research is to men changes men ok main changes ومبعد هنالاخر واحدة logical bit هنالي لا هنالي understand باك نمحيها to understand and stand and وبعد هنالي between man and ecological system الاخره احنا قلنا هذي مكيش روحوا للاخره مباشرة والاجابة هي كانت designated الاجابات ومبعد هذي الاجابات تعمل 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 هاذا النص هاذا النص هاذا التمرين وش يقولونا نقراه معابا i listen to the unisco representative part 4 and complete the table ونكملو معانا a table اوكي وش عدنا عدنا هنالي four national parks بليزما غورايا تازا وثلمسان national park هنالي هنالي فراغات هنالي فراغ الاول وش عدنا year of designation as unisco biosphere reserve هنالي وقتاش اليونسكو صنفتها من محميات العالم اوكي سنة هنالي هنالي كيلوميتر سكوار هنالي 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 or endangered animal species هنا بعض الحيوانات اللي راه هي نادرة ولا قليلة في خطر الانقراب اوكي هنالي example of rare endangered plant species وهنالي بعض النباتات اللي راه هن في خطر الانقراب سو نخليكم تسمعوا part 4 listening script part 4 ونجو نعمره مع بعض الجدول التالي بلزمة 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 رشفة المبنين في الماضي المقبل الحرافة التازار بيوسفير الغ چهار ثق Celsius أيضا هي الموجودة لعها الالجرية مقبل الحالخ تصبح هذه الـ أجرية السرعة هي الموجودة في مقبل محلائها من 3807 نوجود أفضل موجودة خلاله الكلاب من الزرعات الموجودة in terms of area The Tlemcen Mountains Biosphere Reserve designated in 2016 covers the same area as the Tlemcen National Park 985.32 square kilometers The Biosphere Reserve is home to a diverse flora with over 1,130 species 40 of which are protected such as the Montpellier Maple the Atlas Pistachio the Green Oak and the Tuya so this reserve needs great care Part 4 نبدأ ونعمره في التمرين التالي عدنا باللزمة National Park السنة اللي اعتبرتها اليونيسكو بلي هذا ناشنل بارك كانت في جون جوان 2015 أوكي أما بالنسبة المساحة الإجمالية أما بالنسبة الحيوانة اللي في خطر الإنقراض رح نكملو هنا نكتبونا يا جزيل جزيل وهنا كيف كيف نفس الشي بتبتو جزيل أوكي بنسبة لحنا يا بني درو باربري 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 وهنا يكي سيفرول سيفرول انهابيت سيفرول هذي ما بيش اللي زادوها انهابيت بالنسبة للنباتات المنقارضة هي أطلس سيدا أطلس سيدا روحوا للنقم اثنين اللي هي غوريا ناشنل بارد اللي كانت السنة 2004 هيا 20.8 هنا الحيوانات المنقارضة التوحى اللي كانت هي باربري أيب أو مكاك وعدنا هنا جاكار جاكار أوكي هذو هما الحيوانات المنقارضة بالنسبة للنباتات مع ابناش روحوا للتازة ناشنل بارك نفس السنة اللي هي 2004 2004 بالنسبة المساحة كانت تكتب غير ثلاثة هنا وش عدنا الحيوانات ها هو برايم برايم هو قرد برايم هو قرد برايم مكاك مكاك أما الأخرة اللي هي تلمسان كانت عدنا التازة قرية بالليز ما روحوا لتلمسان تلمسان كانت في 2016 ما عندهش بزيف هنا نشعل فيها فاصل 32 كيلومتر سكوير كيلومتر سكوير هنا الآخرة عدنا اللولة هذه والثانية كانت عدنا أطلس أطلس بيستاشيو والآخرة كانت عدنا أوك عدنا غرين غرين أوك هذا الفيديو اللي درتلكم هو تمارين صفحة 114 زي تمارين صفحة 115 إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو لا تنسوا تديرونا لايك تعليق وتشتركوا بالقناة وتنشروا هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة وإلى فيديو آخر إن شاء الله